السؤال الأهم ما هو موقف الله من ألام البشرية ممكن أزيد جملة ولسيما المؤمنين ولسيما أطقياؤه العدو دائما الشيطان يريد أن يشوه صورة الله فهو مبرئ المذنب ومذنب البريئة لا ننسى أن الرب إلهنا إله محب وحب أرى بعض الآيات من مزمور 145 التي تتكلم عن حنان وأحشاء الرب إلهنا مزمور 145 عدد 14 يقول الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله الرب قريب لكل الذين يدعونه الذين يدعونه بالحق يعمل رضا خائفيه وينجيهم الأول عيد أأكد على هذه الحقيقة التي يعلنها الكتاب والخليقة أن الرب حنان ورحيم ورؤوف ما موقف الرب منتجة ألام البشرية والأسيام الأطقية اسمح لأقول نقطتين أو ثلاثة بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة الرب يتضايق نعم لما تقرأ عن تاريخ الشعب في سفر القضاء يبتعد عن الرب يسلمهم للأعداء يصرخوا للرب يقول كده لأنه نفسه قد تضايقت من أجلهم الرب بيتقلم الرب حنان ورحيم وأعظم دليل على محبة ومشاعر إلهنا صليب يسوع المسيح الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا لكن أضيف نقطة تانية المسيح يسوع ربنا يسوع المسيح رئيس الكهنة يقول عنه الكتاب في رسالة العبرانين أيتين في منتهى الروعة الآية الأولانية في عبرانين اتنين تمنتاشر والثانية في أسحاح أربعة عدد خمستاشر الأولى يقول عنه الكتاب لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين الآية التانية اللي بتقولها حضرتك مزبوط قادر أن يرثي لضعفاتنا فالرب يسوع المسيح المتجسد الذي جاء إلى أرضنا ومات وقام والآن موجود في السماء يعمل عمل رائع اسمه رئيس الكهنة وإيه شغلة المسيح رئيس الكهنة إنه أولا يرثي لضعفاتنا يتعاطف توضح هالفكرة أكتر أخي لي يعني المسيح عندما كان هنا في الأرض إدنا مثال فعندما رأى مريم وأختها يبكيان لأجل أخيهما لعازر الذي مات رغم أن الرب يسوع المسيح القيامة هيقومه بعض اللحظات ولئي لأسيس نظار لكن يقول الكتاب وبكى يسوع فهو يرثي يتعاطف يشاركنا ألامنا الرب يسوع المسيح يشعر بك يا من أنت مطرود من وطنك الرب يسوع المسيح يشعر بك يا من أنت مريض الكنسر والكلا والألام الجسدية الرب يسوع المسيح يشعر بك يا من أنت تعيش وحيدا لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين كتب واحد هذه الترنيمة رائعة قائلا هل صديق كيسوعي قادر بر أمين ورقيق القلب يرثي لبلايا المؤمنين استفانوس شهيد المسيحية الأول كان يرجم أسيس نزار وهو يرجم ظهر له المسيح يقويه ويسنده ويشجعه اشتركوا في القناة